فإذن ما أطلبه يسير أقول إذن هذه الأعود إلى سؤالي أو إلى مدخلات كاري ليس سؤال الحقيقة لدينا أخبار يعني القرآن هو فوق كل نص باعتراف الجميع نحن وغيرنا فوق كل نص وفوق كل قانون وفوق كل نظام في مجال الأخلاق وفي مجال المبادئ وفي مجال القيام وهذه تحدثنا عنها في الصباح وكونا بأننا هي المقاصد وسائل وهذه نحسن سجلوة المقاصد وسائل التي بها يحفظ الأمن والسلم وبها يتحقق الاستخلاف في الأرض يعني المقصدية بفوعها الإنسان والحضار يعني كتكبل على كل شيء على الياباني وعلى البودية وعلى المسلم وغير المسلم وكذا من هنا ما ذكرت هو حوله يعني ماذا ينقصون نحن ينقصون التفعيل والتنزيل مشكلتنا نحن هي مشكلة 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 المتخصص بهذا الجانب هو مشكلة المناهج وفوق المناهج مشكلة الإنسان عصنا ومشكلة المناهج المناهج التي أفرز هذا الإنسان الذي يستثمر المناهج المشكلة باقي في المناهج ما زال في عبك المناهج والإنسان الذي تخرج بهذا المناهج أو أثمره أثمرته هذا المناهج هو الذي الآن ما زال مطبق على المناهج نظرة واحدة في مدارسنا لكل من لديه طفل يعني في المراحل في رأسي الأولى يعني في التداني أو الثاني ما فكرة أنا عنده تربية الإسلامية هذا كان تربية الإسلامية وكثير من الآباء يكرسون هذه الله لكن في المشكلة أستاذ كيف المشكلة معنا؟ أه أه المشكلة متعددة لجوانب هو متعددة منا منهم في المناهج في كل شيء هي تتسعلقة كنت قلت أستاذ المشكلة تتسعلقة بالتنزيل عموما كان الأمر يتعلق بمن يمارس المنهج أو من يضع المنهج أو من يلقن المنهج أو من يتحبل المنهج مشكلة هنا وإنه هناك إذن هذا هو الذي ينبغي أن يعانجه مثلا القضية النص الذي ذكرته مع الأسنة تختورته عبد الرحمان له علاقة من العالمية الموجودة في الواردة يقول إيسا على وما أرسل لك إضافة عالمين اختلف في هذا المسأل هذا العالم هذا العالم ما مقصود به الإنسان أو أي مخلوق آخر حتى الحجر كل شيء جميع تفسيرات تقول بأن هذا النوع يمكن أن يختلف في النوع المقصود هو العالم الإنسان أو العالم باعتبار أنه هو المستخدم في الأرض أو العالم المخلوقات والحقيقة أنه هو وذلك جوجم العالمين معا الإنسان والمخلوقات المخرى والإنسان المسلم والغير المسلم مطالب باحترام ما على الأرض جميعا فإذا المشكل مشكلة مجددا أتبعي 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 هيا أتبعي العشاق الموائد المستدرة موجودون أتبعي أتبعي رؤينا أتبعي أتبعي أيها بلا أتبعي 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 شكرا الله لكم سلام رحم الله وحوال الله شكراً لكم على التفاعل التي جامعاً عن هذه المداخلات القيامة وأحب الأبدأ العلمات التي طالبت في المقارنة الفلسفية برواحة أني كنت في سنة الأولى للتدريس كنت مدرسة للفلسف قد تستغربين ذلك لأنه لم يكن حين ذلك أني يكون هناك أستاذ الفلسفة وعلم الكلام وكنت قد درسوا علم الكلام مخلوطاً بالفلسفة ومع ذكرت أنه لا بد من استعانة بالأفلاطون يعني في نظرياته حول المدينة الفلسفية وهي نظريات مثالية أقدم لك نظريات أفضل وهي المثال الواقعية التي يقدمها الدين نظريات العدالة الزيونات في أفلاطون هي العدالة الشمائية والتكامل الشمائي الذي تجدوه حقاً من حقوق المسلم المحروب هناك فئات هشة محروبة من النساء ومن الأطفال ومن المحتاجين منذ احتياجات الخاصة كلهم لا يمكن أن يرقوا إلى أمن حقيقي إلا بتأمين حاجيتهم الضرورية والأساسية إذن فالعدالة في مدينة أفلاطون الفاضلة هي تعادله العدالة الاجتماعية التي لا بد منها لتحقيق أمن اجتماعي وأمن غدائي وأمن إنساني سبعاً أشرت إلى قضية أن هل السلام حرية اختيار؟ أنا أقول لك أن ضمن المحددات السيكولوجية التي لم أقف عندها هناك نظرية اسمها نظرية علم النفس لنظرية اختيار وهي تتصادى مع ما قرره القرآن من قضية أن الإنسان له إرادة هرة يملك أن يختار الطعام وأن يختار المعصية لذلك كيقولوا فهذا أي سلوك هو نتيجة لإرادة والإرادة في ديننا يمنط التكليم يمنط التكليم لذلك أقول لك إن السلام هو اختيار لنا الحق في أن نشيع السلام بإرادتنا الحر بإرادة صلبة بإرادة مجاهدة في ذات الله لكي نصل إلى هذا الأمر الذي تصبو إليه كل الإنسان بالنسبة للأمن أشرت إلى هل الأمن داخلي أم خارج؟ الأمن هو داخلي، هو سكينة في القرآن وقد تضافرت كل المضاخلات في الصباح وفي المساء لتأكيد هذه الحقيقة بمعنى أنها يطمأنينة بعبارة لتعبير علم النفسية سلام داخلي سلام داخلي، هذا السلام الداخلي وينتج السلام الخارجي كيف يحفظ؟ هناك جهاز، لا بد من وجود جهاز جهاز اقتصادي، جهاز سياسي، جهاز غدائي جهاز لا بد أن تتضافر التدابير التربوية مع التدابير الأمنية مع التدابير الاقتصادي مع التدابير التربوية داخل الأسرة لكي نحقق هذا السلم الشامل الذي نأمن به كل التهديدات والمخاوف بالتعبير القرآن الكريم إذن، أنتقل من هذا الأمر وليعدمني إذا أطلت بعض الشيء لكن أنا بد من وقوم عند بعض النقط التي أثارت ما أثرته في المتدخين هناك التدخل الذي ذكر فيه وابستاد تربية التكوين ذكر فيه أسالي سلبية كانت تستعمل في الماضي وهي الخراق أقول له مع أنه غائف أقول أن هناك أسالي أشد وأنكى وأشد وقعاً على درسيتي الطالب وهي الأسلوب التجريح أسلوب أن تنعت التلميذ بأسماء الحيوانات أن تحط من تقديره للذات أنه الأغبى وأنه ليس هو الأذكى وأن تقارنه بغيره وأن تلقي بفلوجة منافسة غير متكافئة هذا أقول لكم أنه من أسوأ الأسالي وإذا علينا أن نكون في مستوى الإنسان المعنم المتفاني المخلص في عمله الذي يستعمل حق الأمر والنهي أمر معرفني هو حق اجتماعي تعادله يعني لا يعدله شيء في مواطق وحقوق الدولية وحتى في دستور الأمرية ليس هناك حق اسمه حق الأمر والنهي يعني يستطيع هذا الأستاذ المتفاني أن يوظفه في قضية تكوين لكن بلين بلطف كما يشروط الأمر والنهي في ديننا طبعا مسألة أخرى كان دائما الحضور مدنزل على يوم سهلة الأخلاق كيف نصل إلى مستوى من السلوك من هذا التفالي الذي أحدث عنه كيف نصل إلى تحقيق هذه المعرفة المعرفة الإيمانية إلى تنزيل أرض الواقع في جميع مجالة حياتنا وقد تم التركيز على مستوى التعليم أقول ليس مستوى التعليم فقط هو من نحتاج فيه إلى الأخلاق بل الأخلاق هي شاملة أقول هنا ثلاث حلقات هناك معرفة وهناك فعل المعرفة خدوا على أنها الإيمان والفعل خدوا على أنه العمل الصالح وهو العمل أخلاقي بينهما حلقة ما هي هذه الحلقة؟ هي التي تحدث عنها فضيلة الدكتور حمورام هي حلقة المحبة هي إيميسو الخباي لا مردان أحب ما أفعله لكي أحبب هذا المتعلق فيما أفعله وعلي فضلا عن ذلك أن أقدم له القدوة من نفسي وننتقل إلى الأمن العسري كيف للذكور والإناث أن يرتقوا إلى مستوى العدل في تعاملهم مع بعضهم البعض في تعاملهم في إطار علاقاتهم الاجتماعية وهم لم يقدم لهم درس في العدل داخل القصرة عندما يأمنوا الزوجان للبعض وعندما يعملان مبدأ العدل في تعاملهم ولهنّ مثل الذي علينا المعروف وعندما يعملان العدل في تنشئة أبنائهم على مستوى تسوية بين الدكور والإناث يعني ليس هناك زود في الأنثة لا يقارن ولا يحطم القدر الأنثة هذه عجباتكم لأن في هذه المعاملة سووا بين أولادكم في العطية في البشر في المعاملة حتى في البوسة إذاً إذا لم يرى النشط هذا السلوك من أبويه كيف له أن ينشأ ويطرعه وينمو ويعدل في معاملة شركة حياته أو في علاقته العامة إذاً هو سلوك بلقاً اطلاقاً من الحب من التفاهم الذي يسود أجوار الأسراء حتى لا يكون هناك تهيار أو تطفق أو القسام نقطة لأنني في الحقيقة قبل قليل لم أتحدث بصدر مفتوح كما هي عادتي لأنه أخذ مني العياء وأخذ كبيراً بسبب توالي التفاهم على كل حالة هناك هناك أشرت إلى نقطة تتعلق بإشباع الحاجة إلى الأمن النفسي عند الأبناء وذلك يقتضي بناء التقدير الذاتي والقدرة على احتمال مسؤولية والقدرة على استقلالية والقدرة على اتخاذ القرار ونحن نجهز على حق أبنائنا في احتمال المسؤولية في اتخاذ القرار حينما نرجئهم إلى اختيار مصارات الدراسية لا يحبونها لأننا نريد لأبنائنا أن يكونوا مهندسين أو الطباء أن يكونوا متزوجين لكن هنا لا بد أن نعمل قضية نظري الاختلاف في تنشيئ الأبناء لأنه لا بد أن نراعي اختياراتهم ولا بد أن نراعي ما يحبونه فعلاً إذا أردنا أن نفعل المعرفة على الصفر الواقع ونكون متخلقين فعلاً لذلك من بين هذه الأمور التي يعني تبني التقدير الذاتي والتربية الزمانية التربية على الوقت لا نحتاج إلى ساعات أن الشريء البنائي على ساعات لكن يحتاج هنا فقط أن توجد هناك ظروف مواقبة للتربية الدينية أجيب على قضية أن التربية الدينية مسؤولة عن التفجير ومسؤول عن هذا أنهي الأخلاقي ومسؤول عن التعصب وإلى آخر لله التربية الدينية هي التربية على الخلق والتربية على الخلق الراقلية التسكية بالمعنى القرآني والتربية على الخلق هي دعم لما جعل الله سبحانه وتعالى طبيعيا في أنفسنا من حاجات الأمن والتقدير والحاجة إلى الإشباع التقدير الذاتي والسعادة وكل هذه الأمور التي تحدثت عنها في إطار هذه المقارنة إذن ف قلت التربية الزمانية لا بد أن نربي أبناء على التربية الزمانية وحين بالنسبة لقضية التربية الدينية وعلاقتها بالأمن قلت التربية لا بد أن تحفها ظروف ظروف الله ما خفف عنها الظروف لا بد أن تكون مناسبة لهذه التربية إيهو ساكذا ثانيا ثانيا وصلي ونرشح ظروف ظروف تنشئة أبنائنا لا بد أن نغير أن يبدأ التغيير من داخلنا إذا حاول كل أحد مننا أن يغير من بنفسه إذا حاول ذلك فلا بد أننا سنتغير جميعا مثل ذلك مثل النظام جمع القمامة إذا حاول كل أحد مننا أن يجمع بقدر مسعي وطاقته فلن تجد هناك أزباد لن تجد إلا النظر طبيعة الحال باقي الأسئلة ربما أجيب عليها في دوائر مغلقة وحول المواهد بعد الفوائد السلام عليكم وإذا أردت واحدة واحدة لا نزيد شيء عليها سنة دعي أصل لي أمتعنا بالضراء بلنسي 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 إلا الأخوة بلنسي أنا أولاً أعجب إلا أنهالطمير محمد الله أن هذه المواة تحولت إلى ورشة تأكيد تكسرت فيها وإذا أردت الحواجس بينا وبتالي وبحث تواصل وفقية بيننا وبينها كل حاضرات وحاضرين فما تأميتوا لسمي الشمس على دونه ولا التذكير وفخره بينا شاء الله الفتحة حاضرة هناك أساس العتيدة ومن خلالها نشكر جميع الأساتيدات لتأكيد فقر تأكيد وفداية كما تأكيد ومن خلالها تأكيد ومن خلالها نحن الآن في هذا القيار في هذا القيار في السوق التاريخ في المدينة وكيف تأكيد وكيف تأكيد وكيف تأكيد والأساتيدة لي لا أعتقد أن الشيح أحدا من الأساتيدة لدينا الحاضرين يعتبر الفلسفة تكيانا غريبا بل الآن صبحات الفلسفة والطب والعلوم والبيولوجيا والفيزياء الكل يساهم من زاويته وتصوره في قراءة النص القرآني لأنه لا أتمنى لأنه لأنه نقطة أساسية هو أنه الحاضن لكل أنواع الأمر هذه نقطة ثم نقطة أساسية وهنا أستاذ السرعة وهو أن المسألة لا تتعلق بالمؤسسة التربائية الأمر أولى بالمنظومة التربية الأمر ليس قطاعي ما نضغي وشيكون قطاعي هي مسألة وطانية وحضارية وكنا مسؤولين على مسألة تربية لماذا أنت في المواد الرجاع اليابان لماذا؟ لأن أنا تحويل الكوني تحويل الكوني إلى المحلة والله الأساتي هذي واحد مبتل التعليم الأول هو لي السجلو التعليم الأول الإعدادي التانوي الجامعي عرفتوا كل مؤسسة بالمؤسسات ماذا يجال؟ مبادئ البودية معنا أن كل مبادئ البودية متشبعين بهذا هنا لأن الإسلام لم نعرف على شيء قدعي مبادئ إذا هذا السؤال المسألة الأخرى إذا مين كان التلميذ؟ أو لا المتعلم داخل لمؤسسات تربية يخرج يمشي المستشفات يلقى تلك المبادئ التي تعلمت تلك القيام يمشي الصحة يمشي القناة يمشي أي مؤسسة لا يوجه هذه القيام هي هذا هو المشكل لأنه مشاكل طائف ثم المسألة أخرى وهي تمنع الالتزام والمبادئ والقلب وكذا فلأنه هناك الزجر في حالة ما نحن ننشد لأننا أمة القرآن ننشد ما هو إنما يسمى مكان من أخلاق ولكن إذا ينظري الضرعية أنا أخبر المؤسسة أخبرهم 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 الله يخليكم إلا ما كانت عندي إلتزام سبتوا على يالباب وديروا سبتوا الباب ودروا لابيتات ونادي وعلى سؤال لأن أنا أخبرهم إلا ما كنت أنا أخبرهم أن أخبرهم أن أخبرهم أخبرهم لا يسرع ما يفتح هذا هو لا يسرع إذا هذه أبرز النقاط الجوز نقطة هذه أخبرهم إذا نعتبر إسمتي المؤسسة التربوية مختبرة أستشار نقطة التي تدخل نعتبر المؤسسة التربوية مختبرة لصناعة الإنسان وخص جميع القطاعات التعاون مع المؤسسة ويقول التربية كنت سامعنا بشركة المال كل متدخل نساء وشركة الجماعي المالية ويساهم شكرا لأستيدة سامعنا غير أبدو أنا أستاذ الكريم أنا ركز على أن رسالة القيمية والمبادئ موجودة لا تجد عدد لأن وزيادة ويف أشكال لأن جميع المتدخلين هل الجانس تستمتيني؟ هذور مخصوصة ما يجعل خضيك صدق؟ مرحباً إلى الصلاة ولولا ذلك لا أطم لأن مثل هذه المبكرات إن أطلناها طال شكر الله لكم صبركم عليها ومصابرتكم ومرابطتكم ولولا حبكم للعلم والمعرفة والعسان وتفاعلكم مع السلام لما صبرتم علينا أذكركم لأن الجلسة الرابعة ستكون بحول الله على الساعة العاشرة عاشرة صباحاً لا ليلاً والجلسة الختامية ستكون إن شاء الله يوم غد كذلك فكونوا في الموعد أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وآخرين عواماً الحمد لله يسعدني أن أسير هذه الجلسة وهي الجلسة الرابعة تحت عنوان تحت عنوان حال المجتمع في دل الأمن والتعاون المتمن أولاً وقبل كل شيء نستهل جمعنا هذا وجلستنا هذه بقراءة آيات بينات من القرآن الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب إبراهيم مرابطي وهو طالب المذهب المالكي وتدبير الخلاف فليتفضل مشكوراً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولد الباب لآيات لأولد الباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الناد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من الصيال ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي لليمان أنا منه بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع لبران ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر نونفا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات إن تجري من تحت الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم أولا وقبل أن نستأمس أشعال هذه الندوة المباركة أريد أن أتقدم بشكر خالص لزملائي في اللجنة التنظيمية الذين منحوني شرف تسيير هذه الجلسة المباركة وهي الجلسة الرابعة كما سبق الذكر في هذه الندوة وهي تحت عنوان حال المجتمع في ديفلي الأمن والتعاون المهم والندوة هي تحت عنوان السين المتنموي مقاربة فقية قانونية وسوسيو اجتماعية وأود قبل أن أعطي الكلمة لأول المتدخلين أن أقدم لكم المقررة مقررة الجلسة وهي الأستاذة حنال باللمين وهي طالبة بمركز الدكتورة بكلية الأداب بهذه الكلية أريد أن أمر بسرعة إلى أول متدخل أحمد شاوف إذن نمر نظراً لغياب المتدخل الأول فنمر إذن إلى المتدخل في اللائحة عندي هو المتدخل الثاني وهو الأستاذ أحمد شاوف وهو إذن خريج دار الحديث الحسنيات وله دكتورة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة وهو كذلك مدير مركز الثوتيق والأنشطة الثقافية لأوقات بمكناس وهو كذلك خطيف جمعة وواعد بالمجلس العلمي بمكناس ومداخلته تحت عنوان مقدمة في الأمن والسلم في الإسلام أستاذ شاوف إذن لك الكلمة 20 دقيقة لكل متدخل وأرجو أن يحفرم كل واحد مننا هذا التوقف وشكراً لك الكلمة أستاذ ومرحباً بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرصرين سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما على الانتناع وزدنا إيمان فاقتبسوا بعد عبارتي أستاذ بمحدد منذبي شكري للهيئة المنظمة ومضمحة بإطر الوفاة إلى كل الحاضرين وإلى الهيئة المنظمة وإلى كلية الآدان والعلوم الإنسانية بالكناس سألنا الله تبارك وتعالى أن يكلل بالتوفيق وبالنجاح هذا المسعى المبارك وأن نكون عند حسن ربنا سبحانه عز وجل ثم اسمح لي أن نتحدث عن هذا الموضوع الأساس موضوع السلم وما له علاقة بالسلم من أمن واستقرار وعيش وهناء لأقول وبالله التوفيق إن الإسلام دين السلم وشعاره السلام والقرآن الكريم جعل غايته أن يدخل الناس في السلم جميعا فنادى المؤمنين بأن يتخذوه غاية عامة قال الله عز وجل مخاطبا أهل الإيمان يا أيها الذين أمنوا أدخلوا في السلم عند ورش في السلم عند غيره في السلم كافة بل إن من صفات المؤمنين أنهم يردون على جهر الآخرين في السلم فيكون السلم هنا مسلكا لرد عدوان الجاهلين كما جاء في القرآن الكريم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه ذلك أن مسلك السلم لا يستوي ومسلك العنف ومسلك العفو لا يستوي ومسلك الانتقاء ومسلك اللين لا يستوي ومسلك الشدة والغضة وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو دائما نصحابه إلى الدفع باللتيه أحسن والإحسان إلى المسيئين مصداقا لقوله موصيا سيد الخلق أجمعين مصداقا لقوله تعالى موصيا سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع باللتيه هي أحسن كما أنهم دعوا إلى الجنح للسلم فقال تعالى وإن جانحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وشجع القرآن الكريم المسلمين على الاتزام بالسلم وطالبهم بتلمسه إن وجدوا ردلا إيجابيا من الطرف الآخر قال سبحانه فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا لكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا هذه عبارة عن مقدمة لأدخل إلى الموضوع مباشرة من خلال أولا مفهوم السن في القرآن الكريم ورد مصطلح الأمن والسن في آيات متعددة كلها دعوة صريحة إلى العمل من أجل استتباب الأمن وتحصيل السلم ونشر معالم الأخوة والتعاون كما وردت لفظ السلم باشتقاقات كثيرة في عدة مواطن من القرآن الكريم فقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم كافة إذ هي دعوة من الله للمؤمنين بالدخول في السلم كافة وتحديد من اتباع خطوات الشيطان لأنه ليس هناك إلا اتجاهان إثنان إما الدخول في السلم كافة وإما اتباع خطوات الشيطان إما هدى وإما ضلال إما إسلام وإما جاهلية إما طريق الله وإما طريق الشيطان إن السلم إذن هو ذلك التعايش والاستقرار التام بين الشعوب بين شعوب وأعراق مناطق مختلفة نتيجة التفاهم وحسن الجوار واحترام الرأي الآخر وتقبل تعايش الأقليات مع بعضها وحل المشاكل سلميا من دون عنه وهو حق للإنسان كباقي حقوقه الأخرى كباقي حقوقه الأخرى ولعله أهم حق يجب أن يتمتع به فهو يمثل الأمن له ويمثل الطمأنينة والسكين أيضا إذ كيف يستطيع الفرض أن يمارس كل حقوقه دون سلم وأمن ورفاهي أما الأمن فهو ضد الخوف وفي القرآن الكريم وآمنهم من خوف كما يعني الاستقرار والسلامة والبعد عن المخاطر وهو الطمأنينة والإطبئنان بعدم توقع مكروه في الزمن الحاضر والآتي فهو إذن تلك الحالة من الاستقرار الذي يجب أن يشمل المنطقة بعيدا من أي تهديد سواء من الداخل أو الخارج إن الأمن والإيمان قارنان فليتحقق الأمن إلا بالإيمان الذين آمنوا ولم يربسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لمنوا وهم مهتدون ولله ذر القائل إذا الإيمان ضاعف لا أمان ولا دنيا لمن لم يحيدين ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها القريب وخلاصة القول هنا إن الأمن هو مجموعة الإجراءات والسياسات التي تتخذها دولة ما لحماية شعبها وكيانها وإنجازاتها ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتحقيق تنمية شاملة واعتماد سياسات وطنية تتبنى المشاكة الشعبية الواسعة وسياسات خارجية تنطلق من تبنى علاقات دولية تضمن لها مصالحها واحترام مصالح الدول الأخرى الفرق بين الأمن والسلم الأمن هو وضع يسود فيه النظام والهدوء والاستقرار والثقة وراحة البال ويشعر فيه الإنسان بحماية كرامته ومنتلكاته وحياته أما السلم فهو وضع يسود فيه الأمن والاستقرار واللحر يأتي بعد حالة الحرب بين دولتين أو أكثر أو بين جماعات داخل دولة واحدة والسلم عامل أساس وشرط ضروري لتحقيق الأمن والازدهار والتقدم إن الأمن داخلي وهو يصف حياة أفراد المجتمع بينما السلم يتم بين الدول أهمية السلم ينفي لإبراز أهمية السلم في الإسلام أن نعرف أن لفظ الإسلام نفسه مشتق منه إدهو ويعنيه الانقياذ والاستسلام لله تعالى والله يدعو إلى ذلك السلام عندما نكون مطالبين بتبادل تحية السلام وإفشاءها فذلك أكبر دليل على أنه لا مكان للعنف والخشونة والكراهية بين الناس فإفشاء السلام ينتج عنه إشاعة المحبة والوئام ونفي كل مظاهر الصراع والاعتدال وإن مما أولته الشريعة الإسلامية اهتماما بالغة بل وجعلته مقصدا من مقاصدها هو حفظ الأمن على مستوى الفرد والجماعي فالأمن مرتبط مرتباطا وثيقا بالإيمان بهذه الشريعة مباركة وقد وعد الله عز وجل المؤمنين بالأمن في حياتهم وآخرتهم إذا آثروا الهدى على الضلال والتقوى على المعصية والحق على الباطل فقد قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم مع من الصالحات الآية وقال حدد الإمام الموردي رحمه الله قواعد صراح الدنيا وانتظام عمرانها بستة أشياء وذكر منها وأمن وخصب دار وأمل فسيح ويضيف معلقا على القاعدة الرابعة للقواعد التي تصلح بها الدنيا فيقول أمن عام تطمئن إليه النفوس وتنتشر فيه الهمم ويسكن فيه البريء وينس به الضعيف فليس لخائف راحة ولا لحاذر طمأننا وقد قال بعض الحكماء الأمن أهنأ عيشه والعدل أقوى جيش ويقول الإمام أبو حميد غزالي رحمه الله نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا فنظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقي الحياة وسلامة قدر حاجات من الكسوة والمسكنة والأقوات والأمن ولعمر من أصبح أمنا في سبه معافا في بدنه وله قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافرها وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الأحوال بل في بعضها فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية وإلا فمن كان في جميع أوقاته مصارقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب القوت يومه من وجوه الغالبة متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلته إلى سعادة الآخرة إذن فإن نظام الدنيا أعلم قادر الحاجة شرط لنظام الدين وقد عبر الشيخ محمد الغزالي عن هذه الحقيقة بقوله لقد رأيت بعد تجارب عدة أنني لا أستطيع أن أجد بين الطبقات البائسة الجو الملائم لغرس العقائد العظيمة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة إنه من العسير جدا أن تملأ قلب إنسان بالهدى إذا كانت معدته خالية أو أن تكسبه بلباس التقوى إذا كان جسده عارية إنه يجب أن يؤمن على ضرورته التي تقيم أوده كإنسان ثم ينتظر بعدئذ أن تستمسك في نفسه مبادئ الإيمان لذلك لا بد من التمهيد الاقتصادي الواسع والإصلاح العمران الشامل إذا كنا مخلصين حقا في محاربة الرذائل والمعاصي والجرائم باسم الدين أو راغبين حقا في هداية الناس لرب العالمين فالأمن إذن هنا نعمة عظيمة ليعرف قدرها إلا من فقدها وهو مطلب الناس جميعا ولقد كتب الكثيرون عن السعادة فمنهم من قرنها بالمال ومنهم من قرنها بالصحة وقرر بعضهم أنها الحب وقرر آخرون أنها راحة بال وأخت آخرون بأنها اجتماع المال والصحة والحب وراحة بال إلا أن الواقع يبين خطأ هذه النظريات ويؤكد أن أول شرط ليذوق الإنسان ضعم الحياة الاجتماعية أن يكون آمنا في مجتمعه يستطيع تبادل المنافع مع الناس بكل حرية وطمئنة بل إن سعادة الدنيا ونعيمها في تحقيق الأمن قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربيه معافاً في جسده عنده فوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافرها فالأمن نعمة واختلاله شر ونقمة بل إن اختلاله يؤثر حتى في العبادات وهو الهدف الأول من خلق الإنسان ولقد كانت صلاة الخوف مختلفة عن صلاة الأمن في صفتها وهيئتها والوضوة واستقبال القبلة يسقطان عند وجود الخوف ودهاب الأمن كما تسقط الجمعة والجماعة الأمن نعمة الجليلة ومنة الكبيرة وهو مطلب كل أمة وغاية كل دولة من أجلها جندت الجنود ورصدت الأموال وفي سبيلها قامت الصراعة والحر إن الأمن أعظم نعمة أو أعظم من نعمة الرزق لذلك قدمت في الآية الكريمة وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزقا له من الثمرات فبدأ بالأمن قبل الرزق سببين اثنين السبب الأول لأن استدباب الأمن سبب للرزق فإذا شاع الأمن وستدبع ضرب الناس في الأرض وهذا مما يدر عليهم رزق ربهم ويفتح أبوابه ولا يكون ذلك إذا فقد الأمن السبب الثاني لأنه لا يطيب طعام ولا ينتفع بنعمة رزق إذا فقد الأمن ثم بدأ بالجوع في صورة القريش لشدة حاجتهم إليه ودفعه مع حال بلده من الصعوبة بمكان والحياة بدون الغذاء مستحيلة بينما الحياة ممكنة مع الخوف ثم إن الجوع خياراته ضيقة أما الأمن فأوسع ومن يهاجب في سبيل الله يجد في ضرد مرارما كثيرا وسعى وسد الجوع أقل تكلفة 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 من توفير الأمان ولأن ابتلاء الله بالناس بالجوع كان أكثر من ابتلاء بفقد الأمن ويدل عليه قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فبدأ به لأنه كان في حق أشد وأكثر لكن الأصل أن الابتلاء بالخوف وفقد الأمن أعظم للآية الكريمة ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوء أيها السيدات والسلام لما رحم النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة يوم فتحها ذكرهم بما ينالون به الأمن لما يدل على أهميته لدى المؤمنين والكافرين فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمين ومن أقى السلاح فهو آمين ومن دخل المسجد فهو آمين ولما أخبر الله نبيه بأنه سيدخلون البيت الحرام ويؤدون نسكهم بعدما صدهم ومشركون عنه قارن ذلك بالأمن لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخل من المسجد الحرام إن شاء الله آمين وانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحديبية كان معه خمسمائة وألف من أصحابه فلما انعقض الصلح وكان من بنده وقف الحرب عشر سنوات يأمن فيها الناس دخل كثير منهم في دين الله فبعد عامل وبضعة أشهر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة عشرة آلاف من المسلمين في ظلال الأمن إذن تعمر المساجد وتحفظ الأعراض والأموال وتؤمن السبور ويعمر الخير والرخاء ويسد العلم وتستمر عجلة التنمية ويزدهر الإنتاج أما أعظم الأمن فأعظم أمن أو فنعمة الأمن أعظم من نعمة الصحة قال الرازي رحمه الله سئل بعض الللماء الأمن أفضل أم الصحة فقال الأمن أفضل والدليل عليه أن نشاتاً لو انكسرت رجلها فإنها تصحب بعد زمان ثم إنها تقبل على الرأي والأكل ولو أنها ربطت في موضع وربطت في القرب منها دئب فإنها تمسك عن العالف ولا تتناوله إلى أن تموت وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من أنم الجسد لكن أعظم أمن يجب على الناس أن يسعوا لتحقيقه الأمن من عذاب الله ذلك أنت الأمن الذي ينشده الإنسان ليس قاصراً فقط على مدة بقائه في الحياة في الحياة الدنيا وإنما عليه أن ينشد أيضاً نوع من الأمن له صفة الدوام الأبدية ألا وهو الأمن يوم القيامة والأمن في الجنة أفمن يلقى في النار خير الأميات آمناً يوم القيامة ولقد وعظ الله أهل الجنة بالأمن في الجنة في منظومته الثلاثية الأمر الصحي والمكاني والغذائي ففي الحديث الشريف يقال لأهل الجنة إن لكم أن تصبحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا ترموا أبدا والأمن من عذاب الله يكون بالسير على دوروا بالخير وبالإكتار من الحسنات من جاء للحسنات فله خير منها وهم من فزاع يومئذ آمن والأمن التام هو توحيد الله وتفطاعته ولزوم شقه وذكره وحسن عبادته قال تعالى الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم لذكر الله إن المتأمن أيها السلام في دعوة القرآن إلى السن يجدها في وقع الأمر راجعة إلى أسباب كثيرة كلها نبدو لمنطق القوة السلبية وأسلوب العنف وإقصاء الآخر ومنها قيامه على التعارف والتعاون فالقرآن الكريم يؤسس المبدأ التعارف بين الأمم والشعوب والحضارات ثم دعوته إلى الحوار الذي يسعى إلى تبادل وجهة النظار وإلداء الرأي والإقناع والإقناع به في حل جميع المشكلات وما شاع أن الإسلام قد انتشر بالسيف وأنه يدعو إلى الحرب والعنف يكفي في الرد على هذه الحالة من الافتراء ما أمر الله به من العدل والإنصاف وعدم خلط الأورام والبحث عن الحقيقة كما هي وعدم الافتراء على الآخرين يا أهل الكتاب لم تبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وفي الخاتمة قد جعل الله البشر قلفاء في الأرض لعمارتها وبنائها وجعل بينهم اختلافا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم من الله علم الخبير فكان الاختلاف بينهم أمرا محتما والعناصر التي ركز على الإسلام منذ أربعة عشر قرن لتنظيم هذا الاختلاف هي ذاتها التي تدعو إلىها المونسكو في القرن الواحد والعشرين وهي احترام الحياة بأنواعها التشاطر والعطاء لنبدو الخلافات ومنع الحروض نبدو العنف وحل الخلافات من خلال الحكمة والموعظة الحسنة الإصراء كوسيلة تفاهم المحبة والتعاون وتقدم العون هو من مكملات الإيمان الذي يتفاضل به الناس ثم الإيخاء المتجدد والتكافل والتألو وفي الختام لا وطن بدون مواطنين مواطنين أصحى قادر على إحياء النفس وحماية النفيس وما هي إلا حلقة انتباط بين أمن في الأوطان وصحة في الأبدان فمن حاز على ذلك فقد نال السعادة في الحياة الدنيا وما السعادة إلا أمن وأمان من الخوف والجوع فمن أمن الخوف والجوع فما بعد ذلك من له يسير ومن فقد الأمن والأمان فقد فقد كل شيء أما سعادة الدنيا والآخرة فتكمن في الإيمان بالله عز وجل وحده لا شريك له فلا أمان ولا أمن لمن لا دين له فالإيمان بالله تأمين على الحياة في الدنيا أمان وفي الآخرة لهم الأمن فلا حية لمن لمع دينه ولا آخرة لمن خسر دينه ونؤكد في نهاية هذه الخاتمة على ضرورة السلم والأمن كأساس هام من أسس التقدم في المجتمعات الإسلامية سائلنا الله تعالى أن يجعل أيامنا كلها سلاما وأمانا وأن يتقدم المسلمون في كل مجالة الحياة وآخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإنما الموفق من وفق الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا أستاذ جليل أحمد شواف على هذه المداخلة المتميزة والغنية والتي تطرق فيها فقط لكي أرخص الأفكار بسرعة وقد تطرق فيها إلى تعريف بمفهوم السلم وقد ذكر كلمة مهمة جدا التي هي حاليا مفهوما متعامل به على كل مستويات وهو مفهوم التعايش فنظن بأن بدون تعايش لن يكون هناك سلم الدون التعايش يعني به كذلك احترام الآخر احترام الأقليات احترام الأديان الأخرى والتمتع بالحقوق يتطلب كذلك السلم فماذا تعني الحقوق بدون سلم؟ هذا كذلك سؤال مهم طرحه الأستاذ الجليل فالسلم هو الإحساس بالطمأنينة بالاستقرار والدولة هي الضامنة الأولى للسلم فالدولة عن طريق تبني سياسات متكاملة على جميع المستويات يمكنها أن تضمن السلم لشعوبها المسألة الثانية التي تطلقها الأستاذ الجليل هي مسألة الغداء يعني ضمان الغداء وهذا أهم شيء لبما كانت هناك مسألة تتعلق بالجوع فهل هناك سلم في شعوب جائعة وقد رجع الأستاذ الجليل إلى القرآن الكريم ليبين أهمية السلم في هذا الكتاب المقدس مستحضرا بعد الآيات التي تعطي تأريفا متكاملا لمفهوم السلم يتماشى وروح عصرنا شكرا للأستاذ الجليل وأمر بسرعة إلى المداخلة التالية وهي للأستاذ المحترم والقدير الأستاذ أحمد البيبي وقد أتانا من كلية المتعددة التخصص بالراشدية وهي مدينة قريبة إلى قلبي أقولها لأن أحب مدينة الراشدية الأستاذ أحمد البيبي هو رئيس شعبة اللغة العربية بالكلية المتعددة التخصص بالراشدية كما سبقت بك وهو كذلك مدير مختبر الخطاب وتكامل المعارف كما أنه منسق مصر الملاهج الليسانية وتحليل الخطاب القرآني ورئيس يعني عندك مهمات عديدة وهذا من شأنه أن يعبر لنا على شخصيتك وهي شخصية أستاذ الباحث النشيط وهو كذلك رئيس تكوين الدكتورة في الخطاب وتكامل العلوم والمعارف ومن كتبه المطبوعة القضايا التطريزية في القراءة القرآنية وكذلك مطبوع آخر بعنوان التعدد اللغوي كما له مشاركات مطنية ودولية ومقالات محكمة فأرطي له الكلمات ولكن قبل ذلك يسرني أن أعرف بالعنوان الذي بعنوان مداخلته الذي هو الأمن اللغوي وحماية الهوية المغرب نموذجا فالتتقدم مشكورا أستاذ العزيز بداية أشرف أن أفقوا ضمن هؤلاء الإخوة والأخوات في آتي الجلسة المباركة وقد استرقصوها الفضيلة الدكتورة هيوي التي ساعدتنا في كلية المتحدة تخصوصات خاصة في شعبات اللغة الفرنسية التي استساعد أستاذ أتمان بإصراني وكما وهي مناسأة لنشكورها هذه الكلية العامرة بكافة شعابها وللمختبر المنظم مختبر دعصة الشرعي والأمراء البشري والسيدة رئيس شعبا أستاذ زلمير والصديق أحدات وكذلك الأستاذ واسد مستقاتي الندوة وكافة لإخوة الأساتذة الزملاء وهي مناسبة أيضا لنشكرات الكلية التي نعتزز ونشرف أن نفهول من خريجها ومن طلبتها فأيضا الشكر للأساتذة الأفاضل للطلب الأعزاء للإداريين للعمادة وظرف الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلية وتبقى رائدة عن المستوى العلمي وتنعم وتنعم وينعم أيضا أهلها بالسلم والسلام كما قالت أستاذتي عوان مداخلة والأمر اللغوي وحماية اللغوية سأحدثكم عن أمن آخر قد لا تشعرون به ولكن له هام جدا بالنسبة إليه وهذه المداخلة تهدف للتعليف من فهول أمن اللغوي وأهميته في السياق الحضاري في السياق الحضاري في المجتمع العربي العلمي والمغربي خاصة والوقوف على دوري وحاقد على الشخص العربي الإسلامي كما تهدف أيضا إليه الصراعات أو الحروب اللغوية المحتدمة على المواقع الإلكترونية وفي التعليم والحياة العامة لأننا في حاجة بسلب اللغوي بين المكونات المشهد اللغوي المغربي التي تسود لغتان وطنياتا الآن رسمياتا هم العربية والأمازيغية وتتسيد عليه لغة أجنب استعمالية يصر عليهم فروكوفونيون ويرجون للعالميات المحلية ويروجون العالميات المحلية ويروجون العالميات المحلية لإدامة السيطرة الفرنسية بطبيعة هذا أنا أعرف الذي يدافع أكثر عن اللغة العربية هو أساسة اللغة الفرنسية ولذلك تدير الأستاذة لذي يعطيه الجلسة فأنه الأكبر مدافع والأكبر مدافع عن اللغة العربية وأستاذ بيصاني وأستاذ العلمي بصابق بيصاني بفاس فرنكوط ورأيش الجمعية المعربية المتربة العربية وأستاذ اللغة الفرنسية فإذن نحن لدينا إشكال مع الشعب لدينا إشكال مع الفرنكوفونية ومع مكان يستعمر قوما عالمي بعد أن تحرروا منه أن يتركهم وحالهم وستكون أطموحة هذه المداخلة هي هل يشكل التعديل اللغوي اللغة العنوية في الدولة الواحدة عن استقرار أمه عن تحديد الأمن المجتمعي بالإجابة عن السؤال المركزي سأستعين بالمحاول الآتية لحول الله المدخل المحومي سأعرف من خلاله بالمفاهل الأساس في هذه المداخلة نحوه الثاني الطور العاملين التاريخي والجغرافي في تشكل وضع اللغة المغالية نحوه الثالث الوضع اللغوي في المغرب وبعض الإصلاح الدستوري وعرجوا فيه اللغة العربية اللغة الرسمية المهمشة الفرانكوفونية واللغة الرسمية الظنية الأمازيغية اللغة القديمة موصنة حديثا العاملية الملكية رهن النخضة الأفراكوفونية لأحلوصة إلى المحور الراضي بتاعدل اللغة وتحقيق الأمن والشنائي كراءة في علاقة التكتير والتعرض ما يسمعون في الوقت سأقول التعرض اللغوي تحقيق لأنه يمكن أن تحدثت عن السين وفوقها لا لا ويقوم بإمكان التعبير عن حاجاته ومعقاصده 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 بموقودة المجتمعات والمؤسسات وكذلك الأعفرار على مشاركة أكثر من اللغة على مستوى موحد في المكان والزمان ونقول على دولة ما أنه تعدد لغوية عندما يتم التحدث بلغتين وأكثر مختلف ومحترفين على الأقل ونقول على الشخص ما أنه تعدد اللغات عندما يكون بإمكان التعبير عن حاجاته ومعقاصده وتوصل معه بأكثر من اللغة طبيعة الحال التعدد يمكن أن يكون نتيجة احتمية لتدافل اللغات واللهجات وتنوى الأنظمة اللغوية وأنساقها داخل المنطقة الواحدة التعدد أسبقه اجتماعي تاريخي وأيضاً قد يكون نتيجة لقرار سياسي الصديق التعدد